كابتن عماد النحاس مع زميلي العزيز أحمد حازم بعد خسارة الاتحاد بدف مقابل تحاية ليك زميلي العزيز كابتن تامر ساقر وبرحب بكل مشاهدي On Time Sports في كل مكان عقب انتام مبارات النادي الأهلي ونادي الاتحاد بفوز النادي الأهلي بيسايدني ويشرفني أن يكون معي الكابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري كابتن عماد في البداية يعني كل صنع حريك طائب رمضان كريم برحب بيك على الشتة On Time Sports ببريك لك على تولي المهام الفنية لنادي الاتحاد بقول لك النهاردة هارد لك يمكن الفترة ما أسعفتكش عادت أسبوعين بالزبطة أو أقل من أسبوعين كمان بتشتغل مع اللعيبة من الصعب أن انت طبعا تقدر تحكم على اللعيبة وتقف على نقاط قوة والضعف فبالتأكيد يعني كبداية أمام النادي الأهلي يعني مش وحشة بس مش أحسن حاجة برضو وانت مش راضي أنا عارف كابتن عماد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كل سلامهم طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية في الأوفل أخي بقول الحمد لله طبعا يعني مباراة كبيرة وابداية بالنسبة لنا كانت أكيد صعبة وكلنا عارفين أن أنت لما تبتدي في وقت صعب في تويد بالنسبة لنا صعب ولسه بتستكش في اللعيبة وعندك بعض القصور في بعض الأماكن فربنا عندنا في اللي جاي قدامنا لسه شغل مباراة بالهدف اللي دخل فينا شرط الأول مباراة حسيت أن هي بعدت أكتر كنا عندنا أمل أن احنا ممكن نطلع للشغط الثاني متعدلين عشان الشكل اللي كنا به الشغط الثاني كان أفضل وأحسن اللعبة بازلت مجهود بنشتغل على حاجات كتير محتاجين الوقت أن احنا نشتغل أتمنى تتوفي إن شاء الله لنا في الفترة اللي جاية وبول مبروك النادي الأهل كابتن عماد يمكن يعني خلال سر المباراة كان ممكن الفرقة تفك كان ممكن يخش التاني والتالت بتلعب بطل أفريقيا بتلعب بطل يعني الدوري المصري نادي الأهلي يمكن تحديات كبيرة جدا بتقابلك نادي الأهلي هو الأول في آخر ماتش جاية من بيرامدس كاسبان اللي عيب أقف على رجلها تلاتة ربع الفرقة منتخب مصر فتعملت مع دوت إزاي وعايز عرب برضو رأيك في القماشة اللي موجودة لنادي الاتحاد بتأكيد يعني نادي الاتحاد محتاج تدعيمات أنا هبتدي من الآخر إن إحنا ما عندناش وقت للتدعيم هي القماشة اللي موجودة هي لنشتغل بيها لكن إحنا مش محظوظين إن عندنا إصابات كتير لو ما نجف نص الملعب وابلول ورأس الحرب الوحيد اللي موجود وهشام يعني تلاتة لعيبة بالنسبة لنا وهمين خاصة مركز رأس الحرب وبعدين برضو مش يبقى معنا في فترة ريبة لكن هشام إن شاء الله يبقى موجود معنا الفترة اللي جاية هل لك المرحلة نفسها يعني أنا عارف إن هي مرحلة صعبة الدوري ما تشاط كلها قوية حتى لو أنت بتلعب بالنادي الأهلي كانت على أمل إن أنت تظهر بشكل أفضل نادي الاتحاد نادي كبير جمهور نادي الاتحاد وراء وراء فريته في كل مكان بيحب الكرة عايزين نقدم كرة كويسة لكن إحنا الحياة الوحيدة العقبة لقدامنا عامل الوقت بس يعني عامل الوقت إحنا محتاجين للوقت عشان نقدر نشتغل فترة العشرة 12 يوم اللي إنت تشتغل فيهم وتقدر تشوف الإنتاج بتاعك وكمان قدام النادي الأهلي مشوف إن ده كان صعب جدا يعني رغم كده المباراة زي ما أنت بتقول كان ممكن تطلع بالنتيجة أعلى وكان ممكن برضه لو يعني توفير ربنا الشوط التاني كان ممكن تتعادل ولكن هي كرة كده المباراة ممكن في وقت تديكم وفي وقت تاني كرة ما تديكش النهاردة ما خدناش اللي إحنا عايزينه محتاجين زي ملتلك وقت محتاجين شغل الفترة اللي جاء فترة صعب على كل الأندية دي من المؤجلات اللي كانت موجودة في النادي الاتحاد في الدوري ما أنه إن شاء الله لما يبتدي الأسبوع اللي جاي نكون أفضل ويكون أدعنا أحسن ويكون حماسنا كمان أعلى يكون رغبة في الفوز إن شاء الله تكون موجودة تكون أقوى إن شاء الله حتى لو نادي نادي اللي كابتن عمدان الحاسب يضربه أو في حالة الهزيمة بيبان على وشك هل أنت راضي أو مش راضي فأنا النهاردة شايف كابتن عمد مش مبسوط أنا بأتدور يعني مش قلت عب فترة كبيرة لكن تعب عشر أو اتناشر يوم وشايف اللعيبة كويسة يعني حتى من بدري هم شغالين في بعض اللعيبة كويسين جدا ما بتلاقي حد بيتأثر بضغط المباراة أو الضغط اللي هو فيه بسبب مكانك في الجدول أو الأداء في المتشاط الأخيرة تبقى زعلان على شوية على لعيب الكورة أكيدا زعلان على نتيجة طبعا المكسب كان يفتح لك حاجات كتير وطبعا وإن أنت تكسب النادي الأهلي دي حاجة طبعا كبيرة جدا برضو التعادل بالنسبة لك أنا هي تبقى حاجة مرضية لكن أبدور على الشكل اللي كنا عليه في الشرط الأولاني ما كانش عجبني جدا خالص يعني الأداء بتاعنا يمكن الشرط التاني اتعدلنا شوية لما بدأنا نمسك الكورة بدأنا نلعب لأن إمكانيات اللعبة اللي في الملعب بطول كده يعني إمكانيات اللعبة اللي في الملعب تقدر تعمل الكلام ده لكن تعرف المتشاط الكبيرة دايما الضغطات اللي فيها بتأثر على بعض مستوى اللعبين أتمنى أن احنا المشاكل دي تتحل بسرعة نشتغلهم عندنا شوقت نشتغل كل يوم على كل السلبيات اللي موجودة والحاجات الإيجابيات اللي موجودة لأنه برضو النهاردة فيه إيجابيات برضو انت زي ماقولك بتستكشف اللعيبة فيه ناس لعب تشوت وفيه ناس لعب توقيت وليل وفيه ناس لعب تلمطش كامل لسه عندنا شغل كتير ربنا إن شاء الله يعيننا على الجاية إن شاء الله كابتن عماد النحاس قيمة وقامة يعني دايما تصرحاتك متزنة دايما هادئ بشكرك على وجودك معنا على On Time Sports ومهمة صعبة يا كابتن عماد بنتمنى لك فيها كل التوفيق ربنا يعينك فيها أنا اللي بشكركم كل سنة طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية شكرا جزي شكرا كابتن شكرا يزا مشاهدي On Time Sports في كل مكان ده كان لقائي مع الكابتن عماد النحاس في الحقيقة تصرحات متزنة محترمة زي ما دايما عودنا تعود الكلام أمر أخرى الزميل عزيز كابتن تامر صار تفضل لكابتن تامر إليك الكلمة شكرا لزميل عزيز أحمد حازم والكابتن عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد بعد الخسر بدأ في مقابل الأشياء